لو انت ما تعرفش فعل واحد من الافعال العشرة اللي هنتعلمهم النهاردة يبقى لا يمكن هتعرف تتكلم انجليش لان 80% من المحادثات باللغة الانجليزية معتمدة كليا على الافعال اللي هناخدهم النهاردة علشان كده محتاجك مهم جدا تشوف الفيديو معانا النهاردة عشان هعلمك افعال لا يمكن تقدر تتكلم انجليش بدونهم يلا بنا نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد الخولي من learn english with holly وما زلنا مع سلسلة حلقات تعلم الانجليش للمبتدئين من الصف ايوه دي سلسلة متكملة معتمدة كلين على جامعة كامبرج والنهاردة هنتعلم سوا عشر افعال ما تقدرش تتكلم انجليش بدونهم لا مش بس كده ده انا هعلمك كمان الماضي بتاع الافعال ديت يبقى هعلمك المضارع وكمان هعلمك الماضي بتاع الافعال دي وكمان هعلمك النفي يعني ان شاء الله هخليك متخصص في الافعال دي like like you have want want you read have have يملك يفضل يحتاج يوافق على يعرف نكلم لك في بدايتها حرف الكي ولكن حرف الكي لا ينطق هي نا remember يتذكر understand يفهم feel يشعر like يحب liked أحب عيدوا راية like في الماضي أحبة خلي بالك هي أخرها ed بس بتنتق زي حرف الت في النهاية like like بعد كده معنا want يريد في الماضي أراد wanted wanted have يملك في الماضي had امتلك had prefer يفضل فضل في الماضي preferred preferred need يحتاج في الماضي احتاج needed needed agree يوافق على في الماضي وافق agreed agreed know يعرف في الماضي عرف knew knew remember يتذكر في الماضي تذكرا remembered remembered understand يفهم understand في الماضي understood understood feel يشعر في الماضي شعر felt felt ودلوقتي تعالوا ناخد أمثلة على كل فعل من الأفعال العشرة اللي درسناهم النهاردة هناخد أمثلة مرة في المضارع ومرة في الماضي يلا بينا أول مثال معانا نهاردة للفعل like يحب هيبقى I like movies with a lot of action في الماضي I liked movies with a lot of action الفعل التاني want you read I want some chocolate في الماضي I wanted some chocolate الفعل التالي have يملك they have a beautiful house في الماضي they had a beautiful house الفعل الرابع معانا prefer يفضل I prefer coffee to tea في الماضي I preferred coffee to tea الفعل القادم بعد كده need يحتاج في المضارع he need some water في الماضي في الماضي he needed some water بعد كده الفعل معانا agree يوافق على أو يوافق في المضارع the bank agrees to lend people money في الماضي the bank agreed to lend him five thousand dollars بعد كده الفعل القادم معانا no no يعرف في المضارع she knows my name في الماضي she knew my name بعد كده معانا remember يتذكر remember يتذكر في المضارع they remember the whole story في الماضي they remembered the whole story بعد كده الفعل معانا القادم understand يفهم في المضارع we understand the class في الماضي we understood the class بعد كده آخر فعل معانا النهارده هو feel يشعر I feel safe with you في المضارع في الماضي I felt safe with you طيب دلوقتي تعالوا نتعلم النفي مع الأفعال العشرة دول النفي مثلا باللغة العربية أنا بقول أنا أعرف اسمك أنا أعرف اسمك النفي أنا لا أعرف اسمك تمام ده نفي في المضارع والنفي في الماضي أنا لم أعرف اسمك مظبوط أنا لم أعرف اسمك في الماضي تمام هنأخذ ازاي النفي بالانجليش الموضوع سهل جدا وبسيط مع كل الافعال اللي احنا درسناها الافعال العشرة النفي بنستخدم في المضارع اتنين بنستخدم don't with doesn't في المضارع بنستخدم don't with doesn't وفي الماضي بنستخدم didn't وخلوا بالكم جدا من النطق احنا بنقول don't بتكتب don't اخيرها تي we didn't في الماضي اخيرها تي ولكن لا تنطق التي لما نجي نتكلم لا تنطق ما بنقولش i don't know بنقول i don't know i don't بنقف لغاية النون لغاية حرف الان i don't know او مثلا ما بنقولش هي لا تعرف ما بنقولش she doesn't know she doesn't know بنقولش she doesn't know بيقول she doesn't know she doesn't بنقف لغاية الان يبقى don't with don't with doesn't للمضارع we didn't للماضي طب هتقول لي ليه اتنين يخلي في المضارع ليه don't و doesn't هقولك don't مع ال i will you will we will they will doesn't مع ال he will she will it واي شخص اي اسم شخص زي احمد محمد مصطفى دبيد يبقى ال don't و doesn't تعالوا ناخد امثلة عشان نوضح اكتر مثلا هنقول i don't know انا لا اعرف i don't know هل نقدر نقول i doesn't know no 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 ليه لان احنا اتفقنا don't مع ال i will you will we with they طب احنا لاعوزين نقول هي لا تعرف هنقول she don't know or she doesn't know very good she doesn't know ليه ليه هنقول doesn't مش هنقول she don't know زي ناس كتيرة بتغلب بتقول she don't know هي لا تعرف لا هنقول she doesn't know ليه لان مع ال he و مع ال she و مع ال it بناخد doesn't و ليس don't تمام مع الماضي بناخد didn't مع كل ال subject pronouns مع ال i will you will we will they will he will she will it والاسماء كل الاسماء بناخد didn't مفيش اي اختلاف في الماضي عاوز مثلا تقول هي لم تعرف في الماضي هتقول she didn't know عاوز تقول انا لم اعرف في الماضي هتقول i didn't know ودلوقتي تعالوا نوضح بامثلة خليك فاكر حاول تكتب كل الامثلة في مذكرتك وكمان حاول تعيد وراي عشان النطق الصحيح يلا بنا نبدأ don't i don't like movies with a lot of action she doesn't like movies with a lot of action تعالوا ناخد مثال كمان i don't want some chocolate he doesn't want some chocolate they didn't want some chocolate في الماضي تعالوا ناخد مثال كمان they don't have a beautiful house she doesn't have a beautiful house كالليك شايف يحاملوا معا they don't they don't have a beautiful house معا he أو she أو it بناخد doesn't يبقى she doesn't have a beautiful house كمان مثال i don't need some water he doesn't need some water في الماضي he didn't need some water i didn't need some water وناخد آخر مثال معانا يبقى هنقول we don't understand the class تمام مرة we don't understand the class she doesn't understand the class she doesn't understand the class في الماضي we didn't understand the class وفي كده نكون وصلنا الهاية الكلاس النهاردة واو مجهود شايف حالي بشكرك جدا ان احنا درسنا مع بعض الكلاس دوت كالعادة هتحتاج تراجع الفيديو دوت مرتين او تلاتة عشان تتعلم العشر افعال بجميع الصيغ بتاعتهم ولو انت مش مشترك في القناة حاول تشترك في القناة وتفعل زر الجرس بنتعب جدا عشان نعملك المحتوى القيم دوت محتاجين لايكس يا شباب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس we'll see you next time bye bye اشتركوا في القناة